لما مثلاً مثلاً نيجي يقولك إيه؟ الحمد لله جماعة أنباء جيدة وزارة الزراعة تطرح البيض بالأسعار بتاعة الوزارة في المنافس بتاعة الوزارة بسعر 54 جنيه لطبق البيض الأبيض ماشي؟ اسمع ساعتها جارك، لاحظها دي بقى، جارك زميلك، قريبك أياً كان بقى الإخواني هيقول إيه؟ وكانت فين الوزارة دي من زمان؟ ده تلاقي عندهم مخزون بيض بايز وعايزين يطلعوه دي واحد، اتنين، بيض مين يا عم اللي عملها الوزارة؟ ده هتلاقي أسوأ أنواع، طبعاً ما بش حاجة اسمها البيض من أسوأ، كله بيقول نفس العلفة في مصر بيض إنتاج مزرع قطاع خاص، مزرع الزراعة، مزرع كله نفس العلفة، ونفس فصائل الفراخ هي هي؟ مهم؟ هتلاقي بيض أي كلام، ده هتلاقي بايز، ده هتلاقي حاج من بيض صغير طب بالمناسبة انت مش هتلاقي البضة في المنافس ده بيقوله كده وخلاص، فتيجي تقوله لا ده موجود، فيقولك ايه؟ وهي المنافس دي موجودة؟ تقوله اه موجودة، يقولك يعني هو كام واحد يعني، ده هم اتنين ثلاثة طب، او ما سيقولك ايه؟ وهو انت بزمتك عمرك اشتريت من منافس زوزات الزراعة، أظن انا حكتلك انا امي كانت بتشتري منافس زوزات الزراعة من احنا عالة زغيرة اصلي مين اللي هياخد بعض وهينزل علشان يروح من منافس زوزات الزراعة، اقولك ما هو منافس بقى تتنقله خد بالك بقى هنا، الاخوان قاعد بيعمل ايه؟ قاعد عمال بيشككك من غير ما يقولك ان هو اخوان ولا انت تعرف ان هو اخوان ولا في دماغك نفس القصة مثلا، رفع الحد الادنى لأجور، عمره ابدا ما هيشكر في الموضوع هيجي يقولك ايه؟ مهما رفعوه هيكفي ايه ولا ايه؟ فيقفلك تيجي تقوله مثلا ايه؟ شايف معدل البطلة بيقولك ولا تصدق تيجي تقولك بس ده اصلا منشور في مجلة مش عارف ايه وجورنال ايه والهيئة الفلانية والقصة المؤسسة الدولية يقولك هو انت بتعرف تقرى انجليزي؟ خالص ده هما بيقولولك كده ده تلاقي الوادي الحسين حلوة صحا؟ تلاقي الوادي الحسين هو اللي بيقول كده ده الوادي مش عارف ايه؟ ده اصلا ابو حملات قال ده عمر ادي بعمل ده لميس ساود ما تصدقوش طيب تروحين تجايبله خد بالك تروحين تجايبله الصفحة مثلا بتاعة الجورنال الفلاني ولا المؤسسة العلانية من على الانترنت او الموقع الرسمي بتاعها حلو؟ فتقوله اهو فيقولك ايه؟ دفعين دفعين؟ دفعين ازاي؟ انا هدفع الايكونومست اقولهم ايه؟ يعني ان نروح لأكبر مجلة اقتصادية في العالم اقولهم والنبي مثلا خد مليون دولار واكتب عليها كلام حلو واخسر سمعتك في العالم كله الناس دي عمدها هو الاعلان باكتر من مليون دولار ده بجد مش ظهر الاعلان في مجلة اعلان مش يتكتب تحليل اقتصادي استحالم جلات زي دي تكتب بالطريقات فهو هنا اوعى اوعى تظن ولا وللحظة ان الاخوان خلصوا ده واحد اتنين ولا دورهم انتهى على الاطلاق بل بالعكس في المراحل اللي بيبقى فيها ازمات اقتصادية دي اكتر مرحلة ينشط فيها العنصر الاخواني وينشط بالطريقة زي ما بيتقال يعني بالطريقة بتاعته هو لا هيجيب سرط الرئيس ولا هيجيب سرط اجهزة ولا هيجيب سرط اي حاجة هو طول الوقت هيجي يحسسك الدنيا سواد وظلام ما هو قاعد جنبك في المكتب سكن في الدور اللي فوقكو في العمارة بيصلي معاك الجمعة وهو خارج كده عادتنا بتاعتنا بتاع الصلاة الجمعة نبقى خارجين من الجامع كده فاحنا معديين مثلا فتلاقي في واحد راجل بيبيع لمون واحدة الساتيت بيبيع جرجير والراجل ده بيبيع بصل اخضر واقع مش عارف ونعدي هجيب مش عارف كيلو قوطة وهجيب مش عارف ايه انا مروح البيت فهيقول لك ايه 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 مش طارع البيت ولا ايه فتقول لك انا هشتهي شوية لوازم للبيت ايه راح بصلت لك كده هتجيب منين يا غلبان انت مشوفتش الاسعار بس انا عارف انك هترد وتقول لي انا يا يوسف بقول كده اه انت بتقول كده وانت قاعد مع الست الفاضلة زوجتك وانت بتتكلم مع والدتك بتفطط معها بكلمتين الصبحية على الفطار اه اما والله ايه ده الظروف بقت صعبة والمعايش بقت شديدة ايه بتقعد مع امرتك تقول لها مثلا خف في ايدك في المشتريات حبة انت شايفة الدنيا ماشي عاملة ازاي ده اخرك لكن انت مش ماشي تبس مجموعة من السموم في اطار تسويد الحياة وفي اطار بس اليأس وبس السواد وبس العتمة انت ما بتعملش كده صحة ولا لأ استحالة عمرك ما هتلاقي بني ادم سوي او قويم وفطرته سليمة هيعمل ده استحالة استحالة بالمعنى الحرفي الاستحالة محدش هيعمل ده غير يا اما غير سوي يا اما عنده هدف من ورا انه يعمل ده طيب غير سوي هيخش المصحة واللي عنده هدف هو طبعا اخوان كله باز يخشه المصحة بكده يتحكم بس يخشه المصحة او يتحكموا وعدين يخشه المصحة يعني هو لازم المصيرين او ده مصيرهم المفروض يبقى المحتوم الاخواني عنده الهدف هو عارف هو بيعمل ايه هتقولي هم يعني بيتلقوا التعليمات من برا كده بقى وانتوا يعني عايز تقولي ان الدولة سكتة لا الدولة مسكتة وهو انت متصرنوا بيجيلوا التعليمات بالشكل يوم يعني لا هو تربى على كده بقولك البالنا ماشي مع العيال بيبنيهم على كده لو حصل كذا هتعمل كذا ولما يحصل كذا احنا بنعمل كذا بالتدريج لحد ما العالدي بتكبر تتخرج بقى وتتوظف وتشتغل ولا تفتح مشروع ولا يعمل ايا كان او خلاص الواد تربى على كده طيب تيجي تلاقي الدولة هنا بتعمل ايه خد بالك جزء كبير جدا من اللي بتعمله الدولة هو هو مش جزء كبير هو كل اللي تعمله الدولة بالتأكيد لمصلحتك يعني تيجي تقولي مثلا شبكات الحمال اجتماعية قصدك ايه عم يوسف اقولك مثلا واحنا لما كنا من امبرح بنتكلم على منظومة التأمين الصحي الشامل هو ده بيتعامل لمين ده منظومة غير هادفة للربح بايحة من الاحوال بتعمل على شانك صح؟ طيب اتنين هو لما اجي اقول والله ده انا عندي منافس الزراعة ده منافس الجيش ده منافس الدخلية ده مش عارف ايه هو ده بيتعامل لمين ما بيتعامل علشانك بلاش تعالى ناخد موضوع يبدو يبدو انه ما بيتعاملش علشانك بس هو بيتعامل هو انا لما بعمل عملية اعادة هيكلة فيه مش التعليم بالمعنى المباشر اللي هو ايه احنا بنفتح مدارس اكتر لأ المسألة ابعد من كده انت بتطور المناهج بتطور المدرس بتطور الامتحان عشان الامتحان يفلطر بجد في السنوية العامة مين اللي ينفع يخش الجامعة مين ما ينفعش يخش الجامعة لانه لو اي حد بيخش الجامعة يبقى ساعتها التعليم الجامعي ايه اللي يحصل في الكيرف بتاعه ينزل هو مش ده اللي حصل زمان ولا ايه زمان كان فيه واحد راجل ما عندوش حاجة لمدة تلاتين سنة ما عندوش حاجة ما عندوش مشكلة بيسحى كل يوم الصبح يفطر في كيك وشاي وميد فل واربعتاشر ما عندوش اي مشكلة في حياته تلاتين سنة تلاتين سنة ما عمل لكش حاجة في الصرف الصحي ولا في المية ولا في سكة الحديد ولا في الطرق ولا في المصانع ولا في الطاقة ولا حاجة تلاتين سنة فلما يبقى فيه حد قاعد طول لقات عمل بيفكر ويجمع حوله الاخصائيين والخبراء والمستشارين عشان نشوفها نطور البلد دي ازاي بتعبيره رئيس الجمهورية لازم نحقق قفزات طول الوقت ما فيش مجال ولا للمشي ولا للجاري فنبدأ نطور فيبقى بفلتر عشان اللي يخش الجامعة يبقى تمام عشان يبقى التعليم الجامعي بتاعي تمام عشان تبقى الجامعة بتاعتي اسمها كده يرجع زي زمان ده دخل جامعة القاهرة عين شمس أسيوت سكندرية حدث ولا حرج فهنا يخدنا على التنسيق بتاع الجامعة العام الدراسي الحالي